أصدر سمو الأمير الحسن بن طلال الرئيس الفخري للمجلس العالم للاجئين والهجرة بياناً حول الوضع الإنساني في لبنان في ظل حركة نزوح لنحو مليون شخصاً فر العديد منهم إلى الشمال بينما بحث آخرون عن الأمان عبر الحدود وأشار سموه رئيس المجلس في البيان إلى أهمية الاستجابة العاجلة في تقديم الرعاية للنازحين وتحرك المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة المتصاعدة ودعم وحماية المدنيين الأكثر عرضة للتداعيات المدمرة لهذا الصراع وأكد سموه أن حجم الأزمة في لبنان يتطلب دعماً دولياً عاجلاً مشيراً إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة تعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والوئام الإقليمي